مشاهدين الكرام للتعليق على الموضوع ينضموا إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح علا وأهلا بكم دكتور صباح بداية أربعة الشهداء ومائة وعشرة مصابين بسبب استخدام الأمن لقنابل الغاز المحرمة ضد المتظاهرين في الخلاني هذا أمس فقط طبعا إلى أي مدى تفسر استمرار القمع المميت من قبل القوات الحكومية وميليشياتها حقيقة الانتفاضة أولا أثبتت قدرتها على الاستمرار رغم حالة العنف المفرط منذ بدايتها في 2011-2019 ولغاية اليوم نلاحظ ما زال القوى السياسية المتحكمة بأذرع مسلحة تستخدم كل أشكال العمل اللا إنساني ضد الانتفاضة الشبابية الرائعة الممثلة لمعاناة الشعب العراقي منذ 2003 ولغاية الآن وهذا يعطينا إمكانية ودلائل ونحن على أبواب عملية تشكيل حكومة جديدة برئاسة توفيق علاوي الذي يرفضه الشارع بنفس الوقت وهو جاء بثوب يحاول أن يلونه بألوان الوزراء والحكومة المستقلة رغم انتمائه وارتباطاته وهو كان في إيران نسقه مع القيادات الإيرانية ولذلك نلاحظ أن الكتل التي احتجت على تكليف السيد علاوي هم الأكراد والسنة وبعض أيضا القوى الشيعية الغير ممثلة بالسلطة رغم أنه طرح أسماء شبه مستقلة أو مستقلة ولكن الجهاز المسير لإرادة الحكومة القادمة هي إيران لا شك في ذلك ولذلك اتركت هذه القوى ومعارضتها لعملية إعطاء الثقة للسيد علاوي وهذا ما سيحصل غدا دكتور صباح إذا بقينا قليلا في الساحة يوم أمس طبعا هي مستمرة لكن عملية قنص المتظاهرين كيف تقرأ استهداف الناشطين في عيونهم وبشكل عام في أجسادهم بعد إصابة ناشط بعينه في أمس طبعا عن طريق بنادق الصيد هذا السلاح الجديد الذي تم استخدامه مؤخرا استخدام هذا النوع من الأسلحة حقيقة محاولة لوضع غشاوة أمام الرأي العام الدولي والعراقي أيضا أننا لن نستخدم السلاح التقليدي أو الاعتياج بل نستخدم الغازات ونستخدم ولكن هناك حالة عملية قتل متعمد واضحة واستهداف واضح المعالم ليس كما هو موجود في دساتير العالم وكذلك أيضا المنظمات الإنسانية والعالمية وكذلك الأمم المتحدة وإقراراتها بحق التظاهر لذلك اللاحظ هي محاولة لعدم إعطاء فرصة للمحكمة الدولية كما يحصل حاليا في جمع المعلومات لتقديم القتلة والذين قتلوا المتظاهرين منذ واحد عشر والغاية الآن وتقديمهم إلى المحكمة الدولية وهذه هناك كثيرا من اللجان التي تعمل في الغرف الحالي عليها ولكن محاولة أننا لن نستخدم السلاح بل نستخدم بنادق صايد أو غازات بسيطة كما هو في الواقع الدولي المتحدة ألا يعد هذا إفلاسا من الأحزاب السياسية وميليشيتها في التعامل مع الثورة والثوار بحيث أنه لم يعد أمامهم وسيلة سوى القتل بالتأكيد هو حالة من حالات الإفلاس وبنفس الوقت أن هناك صمود للمتظاهرين عالي جدا هو الذي يدفع حقيقة بالقوى المتحكمة بالأجهزة الأمنية إلى استخدام القوى المفرطة بشكل أو بآخر وحتى في الظرف الحالي أنا في اعتقادي لن يتراجعوا في استخدام كل الوسائل اللا إنسانية بما فيها حتى الإصابة ممكن أن بمسألة الوباء كورونا المنتشر حاليا في مناطق بالعالم وكذلك وجود إصابات بالعراق وخاصة في إيران ولذلك اللاحظ هناك عملية مخالفة قانونية ودولية في عملية إنهاء الانتفاضة دكتور صباح ألا والكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان شكرا جزيلا لك